ممكن تقول لي شكل اللي استهلاك ده ايه يعني لاني لما اتكلمت مرة مجرد ارقام عن الادوية احنا بنستهلك الادوية قد ايه نزعلت مني وكايني بعيرهم انهم بياخدوا دورة وده مش حقيقي هي الارقام بتقول اني حجم استهلاكنا في اشياء كثيرة مكلفة لا انا هقول لحضرتك حاجة انا كنت زورت الجزائر في 23-23 هما بيأكلوا هامبورجر واحنا بنأكل هامبورجر بس احنا بنأكل ماركة عالمية تشيرتك الكورة احنا على طول الولاد لازم تشيرتك كورة ماركة عالمية البرندات البرندات اللي احنا الغازة السوق المصرية بقت صعبة جدا مع ان انا ممكن اصنعها هنا وتبقى بجودة عالية جدا وتتبعي الملابس انا يعني واسمح لي من خلال البرنامج انا بدعو الدراما المصرية والافلام المصرية انهم يتبنوا للمنتج المصري علشان هو ده اللي هيروج للمنتج المصري والصناعات الملابس احنا استهلاكنا مش بس على الكام على الكيف ازاي النهاردة نمطنا بنشوف اليوتيوب وبنشوف الافلام وعايزين نجيب اللي بيتلبس في اوروبا واللي بيتلبس اللي هما الاوروبيين اصلا ما بيلبسهوش بس حضرتك بتكلمني على شريحة ده ايه يعني مصر بلد كبير اخر تعداد 107 مليون غير 10 مليون برا غير 10 مليون لاجئ موجودين حجم الاستهلاك احنا بنتكلم على الطبقة المتوسطة وتحت المتوسطة خليني اقول لغلالغالبية ما بيدوروش العلباند ولا غير لا هو حضرتك هقولك حاجة عايزين نسأل نفسنا انا بويا كان بيدفع كام فاتورة وانا بيدفع كام فاتورة بالتأكيد النهاردة قبل كده منذ سنوات كان رب الاسرة بيدفع فاتورة ما وكهرب المتميز بيدفع فاتورة ما وكهربة وتليفون النهاردة فكرة كل اسرة بتدفع كام فاتورة تليفون كتير لان كل واحد في العالة عنده موبايل حتى لو اسرة متوسطة انا لا اتهم الاسرة ان نمطها الاستهلاكي مخالب لكن انا بقول ان الظروف الطبيعية واعتبارات العولمة واندماجنا على الاسواق العالمية فرضت علينا نظام حياة وسيستم حياة مكلف طيب كون ان انا اندماجت بقى مع الاقتصاد العالمي يبقى لازم اخضع لمعاييره ما انا مش هختار ايه لازم اقتصادي يكون حر لازم لازم الاستثمارات الاجنبية يتيجي لازم يكون مرابح مرحب للساحين لازم يكون عندي تعاون مع الصندوق هل الصندوق ضدي؟ الصندوق ما هواش ضدي الصندوق ده عبارة عن مؤسسة بتدعم الدول اللي عندها مشاكل متعلقة بالاقتصاد بتاعها من خلال قروض منخفضة للتكلفة احنا اعضاء في الصندوق الصندوق ليه تجربة بنتعاون مع نعم المؤسسين يعني طبعا وبنتعاون مع الصندوق الصندوق بيهمه مهم حاجتين ان فلوسه ترجع له لان الصندوق امين على الاموال ويهمه ان الفلوس ترجع فبيهمه ان الدولة تكون قادرة على السداد وبيهمه يعني على خلاف المتدول هو بيهمه جدا ان الشريعة الاولى بغاية وبرامج الحمال الاجتماعية تمام لكن لما بننقل المبادئ للتطبيق بنلاقي فيه مشكلة لان الصندوق بيجي برشتة جاهزة انا دوري انا كمفاوضة اقول له ايوة انت انا محتاج اطور برامج الحمال الاجتماعية وانت كصندوق محتاجت بتقول لي الحمال الاجتماعية مهمة خلينا نقعد ونتفع علشان نشوف هنطور اجراءات الحمال الاجتماعية ازاي الصندوق جاي بيقول من الصعب جدا ان هو بيقبل ان دولة يكون عندها استثمارات حكومية كبيرة وان مهم ان يكون ليه دور للكطاع الخاص هو اللي يتحمل اللي النسبة الاجبر طيب باجي عشان اطبق بلاي ان الدولة لما بتنسحب او لما بيقل نشاطها اولا الدولة لما دخلت في الاقتصاد ما كانش بمزاجة مفيش دولة في العالم عايزة تتورد كان فيه اجام بعد الثورة وكان فيه مشكلة كبيرة في دخول استثمارات فيش اي دولة محتاجة فيش اي حكوم عايزة تتورد في الاقتصاد لكن لما كان الارهاب والمشاكل بتاعت الارهاب ولما خلصنا منها جلنا مشاكل كورونا كان صعب جدا ان انت تقنع المستثمج المحلي والاجنابي ان هو يجي يشتغل نعم النهاردة وبعد ما نجحت المشروعات القومية في النزول بمعدل بطالة لنحو سبعة اثنين من عشرة في المية عايز تدور للقطاع الخاص المصري والاجنابي بيقابل لمشكلة يا سيد خيري قطاع الخاص المصري بيلاقي عشان ياخد كارد من البنوك عشان يوسع نشاطه نسبة الفايدة في البنوك عايز يتكلم في تلاتين في المية اه بس هو حصل قرار جديد لسه سيد الفريق كامل وزير لسه نائل عن قرار لسيد الرئيس بتقديم قروض بفايدة 15% ووزارة المالية تتولى بضوابط ومبادرات طيب بالنسبة للمستثمج الاجنابي ازاي ونسبة الفايدة في الولايات المتحدة الامريكية كانت وصلت لخمسة ونصف في المية قبل ما يرجعوا شوية رجعوا مرة نصف في المية ومرة ربع في المية ازاي الشركات الاجنبية تقدر تحصل على تمويل منخفض التكلفة تقدر تدخل بيه الاسواع وهو انا محتاج شركات اجنبية تيجي تاخد تمويل من بنوك عندما المصر بالجنيه المصري لا انا بتكلم على تمويله هو انا مش محتاجه ياخد بالجنيه انا محتاجه يدخلي فلوس ايوه ما هو ما عندوش فلوس هو بياخد تمويل من عنده وهو نسبة الفايدة عنده عالية فهو نفسه ما هواش قادر ياخد نسبة فايدة 5% في الولايات المتحدة الامريكية عالية جدا شكرا